حلقة جديدة من سوريا اليوم نناقش فيها التوتر الإيراني الإسرائيلي على وقع الهجوم المنتظر انتقاما لضربة دمشق واللاجئون السوريون في مهبع صفة عنصرية جديدة في لبنان أهلا بكم قالت وكالة بلومبرغ الأمريكية أن الرد الإيراني على هجوم دمشق بات وشيكان ووصل قائد القيادة المركزية الأمريكية الجنرال إيرك كوريلا إلى تل أبيب للاستعداد للهجوم بالتزامن مع وساطات دبلوماسية تقوم بها دول عربية لخفض التصعيد بطلبا من أمريكا حذر وترقب يخيم على منطقة الشرق الأوسط بعد أن أشعلت ضربة القنصلية الإيرانية بدمشق فتيل توتر وضع إيران في مأزق يمهد لخروج حروب الظل مع إسرائيل والولايات المتحدة إلى العلن على الرغم من أن جميع الأطراف الدولية والإقليمية حاولت ضبط التوترات في المنطقة منذ بدء العدوان على غزة سيناريوهات عدة طرحها الساسة في إيران على طاولة خيارات الرد على الضربة الموجعة بدمشق إذ ترجح مصادر استخباراتية أن يكون رد طهران عبر استهداف مواقع عسكرية وحكومية في إسرائيل خلال الأيام المقبلة باستخدام صواريخ عالية الدقة أو طائرات من دون طيار بحسب وكالة بلومبرغ الأمريكية التي أكدت أن الولايات المتحدة وحلفائها يعتقدون أن الرد الإيراني بات وشيكاً وفي وقت سرع فيه المسؤولون الأمريكيون لمساعدة إسرائيل في التخطيط وتبادل التقييمات الاستخبارية بشأن الرد الإيراني على قصف القنصلية ترى وكالات الاستخبارات الأمريكية والغربية بحسب بلومبرغ أن الهجوم الذي ستشنه إيران أو بوكلاؤها في المنطقة قد لا ينطلق بالضرورة من شمالي إسرائيل حيث يوجد حزب الله حليف طهران في لبنان في إشارة إلى أن جبهة سوريا عند الجولان المحتل ربما لن تكون بعيدة عن موجة التصعيد الخطيرة في المنطقة توتر أجواء الشرق الأوسط زاد من وطيرة التنسيق الإسرائيلي الأمريكي بشأن الدفاع الجوي والصاروخي المشترك لمواجهة هجوم إيراني مباشر محتمل وغير مسبوق بالصواريخ الباليستية والمسيارات وفق ما أفاد به موقع أكسيوس بينما حط قائد القيادة المركزية الأمريكية إيريك كوريلا رحاله في تل أبيب بهدف مناقشة رد طهران المحتمل مع كبار المسؤولين في وزارة الدفاع الإسرائيلية على رأسهم يواف جالانت تزايد المخاوف من اشتعال منطقة الشرق الأوسط دفع شركة الطيران الألمانية لوفتا هانزا لتعليق رحلاتها من وإلى طهران لدواع أمنية وذلك بالتزامن مع نشر وكالة إيرانية خبرا يفيد بإغلاق المجال الجوي فوق طهران بالكامل لإجراء تدريبات عسكرية لكن على الرغم من حثف الوكالة للتقرير ونفيه فإن جميع المؤشرات تؤكد اقتراب موعد الرد الإيراني وهنا تحاول واشنطن كبح قوته عبر اتصالات أجرتها مع السعودية وقطر والإمارات والعراق تطلب منهم إيصال رسالة لإيران بعدم التصعيد وقد أكدت الخارجية الإيرانية حديث وزيرها هاتفيا مع وزراء هذه الدول مساء أمس وهذا ما يجعل الرد الإيراني وحجمه خاضعا للمفاوضات وما تأخره إلا محاولة لجني ثمار سياسية أو عسكرية تريدها إيران ينضم إلينا لنقاش مسعود معلوف دبلوماسي سابق ومختص بالشأن الأمريكي من واشنطن كذلك من طهران الدكتور عماد أبشناش رئيس نقابة مديري مراكز الدراسات الإيرانية ومن بيروت الصحفي مونير الربيع مرحبا بكم جميعا لعلني أبدأ مع ضيفي من طهران خامنة يقول إسرائيل لا بد أن تعاقب وإسرائيل تتحدث أنها تنتظر الرد الإيراني ما الذي تنتظره إيران برأيك دكتور عماد لأرد على إسرائيل؟ تحياتي لك سيدة يارا للضيوف العزاء والمشاهدين الكرام في الواقع حاليا كل التقارير من الكيان الصهيوني تعكس مدى الغليان الموجود هناك وطبعا إيران تخطط للرد ولكن عندما يكون هناك غليان واستنفار في داخل إسرائيل هي تفضل أن تتفرج على هذا الغليان في داخل إسرائيل وعندما ينتهي الغليان والاستنفار عندها ممكن أن يكون هناك رد مناسب على ما فعلته إسرائيل وبالتالي إذن هي مرحلة اللعب بالأعصاب من قبل الجانب الإيراني بالضبط هي حرب أعصاب عمليا إيران بدأت حرب أعصاب مع إسرائيل وحاليا هذه حرب الأعصاب هي سارية سارية نحن نرى أنها ناجحة جدا لماذا إيران تخرب حرب الأعصاب هذه في حين أنها تستطيع أن تزيد الضغط على نتنياهو وحكومته يعني لا يخفى على أحد أن نتنياهو يريد الهروب إلى الأمام وإشعال فتيل الحرب في المنطقة خاصة بين إيران والولايات المتحدة وطبعا إيران لا تريد أن تعطي نتنياهو ما يحتاجه للهروب إلى الأمام بل هي تريد أن تضربه بما يلق بتصرفاته سيد مسعود بالنسبة لوجهة النظر الأمريكية إلى الآن أمريكا تقول أنها لا تريد أن تجور المنطقة في حرب إلا أنها تقوم بدعم واضح لإسرائيل وكذلك زيارة كوريلا اليوم لإسرائيل وحديثه عن الدعم لإسرائيل يعني هل يمكنك أن تفسر الموقف الأمريكي بشكل واضح أكثر؟ لو سمحت لي في البداية أن نوجه التحية لك للضيوف الكرام وللمشاهدين الكرام مع أطيب آيات المعايدة بمناسبة عيد الفطر المبارك مواقف الولايات المتحدة فيها الكثير من التناقض منذ أن بدأت إسرائيل في حربها على قطاع غزة هذا أمر واضح جدا الولايات المتحدة وخاصة الرئيس بايدن تؤيد إسرائيل من جهة بصورة مطلقة ومن جهة ثانية بالكلام فقط تطالب بحماية المدنيين وفتح المعابر وغير ذلك وإذا كانت إسرائيل تدعي أنها عن طريق الخطأ قصفت وقتلت المساعدين الإنسانيين السبع في شمال غزة فإنها لا تستطيع أن تستعمل الحجج نفسها فيما قامت به بالنسبة إلى القنصلية الإيرانية في دمشق هذا أمر خطير جدا ومقصود وأنا أعتقد أن إسرائيل تحاول أن تورط الولايات المتحدة والرئيس بايدن بالذات في حرب مع إيران لقد حاولت في الأشهر الماضية أن تورط حزب الله الذي هو نعرف طبعا أنه متعاون إلى أقصى درجة مع إيران تحاولت أن تورط حزب الله عبر القصف الدائم والمتزايد ولكن حزب الله بقي ضمن قواعد الاشتبات والآن هي تحاول أن تقوم بما قامت به في دمشق من أجل جر الولايات المتحدة وطوريتها في حرب لسببين السبب الأول هو أن يبقى نتنياهو في الحكم لأن انتهاء أي حرب ستعني نهايته السياسية ومن جهة ثانية لطوريت الرئيس بايدن بمشاكل كبرى إضافية تؤدي إلى سقوطه في الانتخابات القادمة بعد أقل من سبعة أشهر وفوز حليف نتنياهو القوي الرئيس السابق تقصد أن المحرك القوي ومن يدير الأمور هي إسرائيل وكأن اليوم لا يوجد أي دور للولايات المتحدة ولا يوجد أي ضغوطات لها نعرف جيدا كيف أن الرئيس بايدن منذ أشهر يطالب إسرائيل ويحثها ويقوم بكثير من التصريحات المتثالية ونرى كيف أن نتنياهو يقف أمام الإعلان ويرفض كل مطلب يطلبه حتى أمس بالأمس بعد كل ما قالت الولايات المتحدة بالنسبة إلى اشتياح رفح وأنه خطأ وأنها لم تقبل به سمعنا نتنياهو يقول أنه لا يمكن أن تنتصر إسرائيل دون أن تشتاح رفح وتقضي على حماس يعني أن إسرائيل لا تعطي لا تعير كثير من الأهمية للولايات المتحدة برئاسة بايدن لأن بايدن على ما يبدو لا يستعمل قوة الضغط التي يملكها لضبط إسرائيل هو يميز من جهة بينه وبين نتنياهو ومن جهة ثانية بين الولايات المتحدة وإسرائيل هو يدعم إسرائيل إلى أقصى درجة ولكنه على خلاف منذ عشرات السنوات مع نتنياهو أنتقل إليك مونير الربيع يعني بعد الضربة الإسرائيلية على السفارة الإيرانية أغلب المحللين كانوا يتوقعون أو لا يتوقعون رد ويستسخفون أن يكون هناك رد قوي لإيران لأنه كان في اغتيالات كثيرة في السابق لقادة مهمين ولم يكن هناك رد إيراني قوي بالمثل لإسرائيل اليوم سيناريوهات الرد الإيراني هي العنوان الأبرز لأغلب الصحف الغربية لأكسيوس أيضا تايمز أوف إسرائيل تحدثت عن سيناريوهات الرد أتلانتيك كذلك نعم بالتأكيد سيكون هناك ردا إيرانيا ولكن هذا الرد لن يكون أو لن يرقى إلى مستوى استعادة ما يسمى بالتوازن مع إسرائيل بعد العمليات التي نفذها الإسرائيليون في الفترة الأخيرة وعمليات الاغتيال بالتحديد لماذا؟ لأن إيران لا تريد الذهاب أولا إلى حرب أو جبهة مفتوحة في المنطقة أو حرب إقليمية ثانيا تحاول إيران الاستثمار سياسيا بهذه الضربة هناك مفاوضات أصبحت مباشرة بين الإيرانيين والأمريكيين ورسائل يتم تناقلها وكل هذه الحملات في وسائل الإعلام هي جزء من هذه المفاوضات ومن هذا النوع من التجاذب أو التناتش إن صح التعبير لأن هذا النوع من التسريبات صحيح أنه يستخدم في سياق الحرب النفسية وإيران أكثر من يعرف كيف يدير هذا النوع من الحروب لأنها تفضل الحروب النفسية على الحروب الفعلية أيضا الإدارة الأمريكية والتي لديها خلاف أساسي مع الحكومة الإسرائيلية مع بن يمين نتنياهو حاليا من مصلحتها أن تعمل على تطخيم حجم الدور الإيراني أو احتمال الرد الإيراني للضغط على نتنياهو لتجنب الذهاب إلى حرب إقليمية وبالتالي حتما سيكون هناك رد إيراني بالمعنى وفق مقتضيات القواعد الاشتباكي التي تضعها إيران لنفسها أي عدم التورط أو الانخراط في حرب واسعة كانت مواقف واضحة تسربت من قبل المسؤولين الإيرانيين بأن الرد سيكون علنيا وقويا ولكن بلا أن يؤدي إلى تغير في مسار الحرب التي تشهدها المنطقة وبالتالي عدم توسيع نطاق الحرب هذا من الناحية الأولى من الناحية الثانية الإيراني يعمل على التدخل في الانتخابات الأمريكية كما الإسرائيلي يعمل على التدخل في الانتخابات الأمريكية الإيراني يريد دعم جو بايدن وقال لبايدن بحسب ما تسرب أنه في حال تم الوصول إلى هدنة تطورت إلى وقف لإطلاق النار في غزة فإن إيران يمكن أن تعدل عن موقفها وتتجنب مسألة الرد وبحال حقق بايدن ذلك وهذا كلام إيراني بحال حقق بايدن ذلك يمكن له أن يعزز فرصه في الانتخابات الرئاسية المقبلة على المقلب الآخر من الواضح أن بنيمين نتنياهو مصلحته أن يطيل أمد الحرب أن يستمر في عملياته العسكرية إلى ما بعد الانتخابات الأمريكية وهو يريد أن يكون لاعبا أساسيا في هذه الانتخابات لإسقاط جو بايدن بالإضافة إلى أسبابه الشخصية حول إطالة أمد الحرب وعدم سقوط الحكومة وعدم الذهاب إلى المحاكمة وهو يتصور بنرجسياته أنه يريد أن يحقق الإنجازات التي لا يمكن لأي شخص آخر أن يحققها في مسار الحرب إما في قطاع غزة وإما على صعيد المنطقة لذلك كل هذه المفاوضات أيضا زيارة اليوم قائد المنطقة الوسطى الذي يقول للإسرائيليين نحن نقف معكم في حال حصل اعتداء إيراني كبير أو هجوم إيراني كبير وكان ذلك سيسهم في تغيير موازين القوى ولكن النقاش الآخر هو ماذا يجري بين الإيرانيين والأمريكيين هو جزء من مفاوضات حول الرد بطريقة معينة لا تؤدي إلى الذهاب إلى حرب كبرى دكتور عماد برأيك إلى أي حد اليوم هناك ارتباط بتأخير الرد الإيراني على ما يحصل في غزة لا نستطيع أن نعزل الخطين عن بعضهما نتنياهو صرح أنه لن يكون هناك اجتياح لرفح دون معرفة كيف سيكون الرد الإيراني وبالتالي هل من الممكن أن يكون هناك ما يحصل خلف هذه التصريحات إعطاء وقت أكثر لرفح إعطاء وقت أكثر لهذه العملية يعني في الواقع أولا يجب علي أن أقول أنني أوافق الضيفان العزيزين على ما قالوه وعمليا اليوم هناك مفاوضات تجرى بشكل غير مباشر لحد الآن ليست هناك مفاوضات رسمية مباشرة بين إيران والولايات المتحدة ولكن عبر الوسطات وهناك أربع دول عربية حسب علمي حتى دخلت على الخط خط الوسطة وكل هذا التعاون يجرى اليوم من أجل أن يكون هناك يعني هذه الدول العربية أيضا تضغط على الولايات المتحدة وتطلب من إيران التريث حتى يرجع جميع ماذا سوف تفعل الولايات المتحدة في غزة يعني من هي الدول العربية حسب ما سمعته السعودية قطر عمان والإمارات دخلوا على الخط أيضا وهناك بحث عن أن العراق أيضا دخل على الخط وجميعهم يضغطون على الولايات المتحدة ويطلبون من إيران التريث بالرد حتى لربما يستطيعون أن يأخذوا ضمانات من الولايات المتحدة من أنهم سوف يوقفون الحرب في غزة يعني ليس الأمر فقط وقف إطلاق نار مؤقت بل وقف إطلاق نار شامل انسحاب هذا المطلب المطروح اليوم على الطاولة انسحاب إسرائيلي من غزة وإضافة إلى ذلك تعهد أمريكي بأن توقف إسرائيل عملياتها ضد إيران وحلفاء إيران في المنطقة إذا ما حصل هذا بالتأكيد يعني الرد الإيراني سوف يأتي يعني لا مجال أن لا ترد إيران على مقامات به إسرائيل ولكن الرد ممكن أن يتغير يعني هنا نوع الرد ممكن أن يتغير لا أتكلم عن أن إيران لن ترد سوف ترد ولكن بشكل آخر يعني حتى وصل الأمر إلى الأمريكان أنهم عرضوا على الإيرانيين أن يستهدفوا أحد السفارات الإسرائيلية يعني طلبوا من الإيرانيين أن يردوا على أحد السفارات الإسرائيلية في المنطقة وهم يخلون هذه السفارة ويردوا والإيراني رفض ذلك يعني هناك بحث مطول أو عروض مطولة على الإيرانيين في هذا السياق كله اليوم مرهون بوقف إطلاق النار في غزة إذا ما أردنا أن نقول يعني إذا تم وقف إطلاق النار في غزة بالتأكيد سوف تتغير الظروف بشكل كبير جدا يعني أن يطلبوا منهم أن يخلوا المنطقة ويضربونها وكأن الموضوع هو فقط حفظ لماء الوجه ويعني ليس لا يعتبر رد جدي بكل أحوال سنعود لمتابعة النقاش اسمح لي أن أنتقل لهذه المادة قال الرئيس الوزراء الإسرائيلي بن يمين نتنياهو أنهم مستعدون لسيناريوهات في مناطق أخرى غير غزة وأن من يؤذي إسرائيل سيتم الرد عليه لقد قلت إننا نمر بأوقات عصيبة فنحن في خضم الحرب في غزة التي لا تزال مستمرة بكامل قوتها وفي الوقت نفسه نواصل جهودنا المتواصلة لإعادة الرهائن لدينا ولكننا نستعد أيضا لسيناريوهات التحديات في ساحات أخرى وقد وضعنا مبدأ بسيطا من يؤذينا نؤذيه نحن نستعد لتلبية الاحتياجات الأمنية لإسرائيل في الدفاع والهجوم أعود إليك سيد مسعود هناك الكثير من السيناريوهات التي طرحت طرحتها أيضا صحيفة The Atlantic قالت أن هناك قد يكون أربع طرق للرد أحد الطرق التي رجحتها أن يكون الرد عن طريق الوكالة الشيعة في العراق أو سوريا وأن تضرب أهداف أمريكية أو إسرائيلية إلى أي حد اليوم أمريكا ستكون مستعدة لمثل هذا الخيار يعني آخر ضربة كانت إيرانية لجنرالات أمريكان في الأردن كان هناك رد على كثير من النقاط للوكالاء في سوريا والعراق لنبدأ بالقول أن الولايات المتحدة تسعى بكل جهدها لعدم الدخول في حرب الآن مع إيران أو مع أي طرف آخر لأننا في حالة حملة انتخابية قوية جدا والرئيس بايدن ليس من مصلحته أن يكون حاليا في وضع حرب الولايات المتحدة تسعى كل جهدها حاليا عبر وسطاء وعبر طرق أخرى لتجنب وقوعها في حرب إن علاقاتها مع الدول الأربع التي ذكرت والتي تحاول عن طريقها إلى حد ما ثني إيران عن القيام بعملية كبرى أقلا ضد الولايات المتحدة هذا وضع يعطي هذه الدول العربية الأربع فرصة لتضغط بدورها على الولايات المتحدة لتقوم بما ينبغي القيام به بالنسبة إلى غزة عبر نتنياهو عبر إسرائيل هذا أمر مهم جدا في الظروف الحالية وهذا يدل على الارتباط بين ما يحصل في غزة وما حصل في دمشق وما يمكن أن يحصل بعد ذلك الولايات المتحدة تترقب كثيرا والجميع هنا جميع وسائل الإعلام وغيرها تتحدث وكل وسيلة وكل مفكر وكل مراقب يعطي رأيه باحتمالات ما يمكن أن تقوم به إسرائيل وعفوا ما تقوم به إيران وهذا يثبت ما تفضل به الضيف الكريم من طهران بأن هناك حرب أعصاب وهذه الحرب الأعصاب نراها حاليا والولايات المتحدة الآن تأخذ حذرها بشكل كبير جدا وتعدوا فيه وحالة استنفار قوية تحسبا لأي اعتداء من إيران عليها أو على سفاراتها مثل ما تفعل إسرائيل بالضبط هذا أمر تطور كبير جدا ولكن ما أراه المهم في كل هذا الموضوع هو أنه بنسبة إلى الارتباط مع قضية غزة يعطي الدول العربية بعض الإمكانية للضغط على إدارة بايدن من أجل أن تقوم بما ينبغي القيام به لوقف الهجمات إسرائيل الوحشية على الفلسطينيين في غزة هذا ما أعتقد أنه قد ينجم عن كل ذلك سيد منير أيضا سيناريو آخر طرحته ذا أتلانتيك قالت أنه قد يكون الرد عن طريق حلفاء إيران في المنطقة في إشارة منها لحزب الله هل فعلا ممكن أن يكون حزب الله اليوم هو وسيلة الرد لدى إيران؟ من حيث المبدأ أنا لا أوافق على هذا الطرح ولا على هذه الوجهة النظر لأن بحسب المعلومات المتوافرة لدينا أن إيران تعتبر أن ما استهدفه هو أرض إيرانية ذات سيادة إيرانية والأهداف أو الذين تم اكتيالهم هم إيرانيون وبالتالي لابد لإيران أن تقدم على الرد بنفسها هذا أولا ثانيا كان كلام أمين عام حزب الله حسن نصر الله واضحا في هذا السياق وهو قال الإيرانيون هم الذين سيتولون والإيرانيون يجلسون ويفكرون ويخططون وليس مثلنا نحن العرب ينفعلون فورا ويذهبون إلى الرد الرد سيكون خاضعا لدراسة معينة وبالتالي هو أعطى إشارة أساسية إلى أن إيران هي التي تخطط وهي التي تفكر وحيد نفسه عن هذه المسألة لذلك إيران ستكون معنية هي بالرد كما حصل بعد اغتيال قاسم سليماني وبالتالي من خلال عملية استهداف قاعدة عين الأسد بصواريخ تصنف في خانة الباليستية على ما أذكر لذلك المسألة المرتبطة بحلفاء إيران في المنطقة حلفاء إيران يخدون جبهات المساندة أو يستمرون في جبهات المساندة سواء في لبنان أو في اليمن أو بعض الفصائل العراقية التي لا تزال تطلب طائرات مسيرة باتجاه أهداف لسيما في حيفا وبالتالي حلفاء طهران ضمن الضوابط والقواعد التي وضعوها لأنفسهم هم يستمرون في هذه العمليات هم لا يريدون أيضا خاصة حزب الله لا يريد الذهاب إلى تصعيد في نوعية عملياته بشكل أكبر كي لا يستدرج إلى حرب لأن القرار الإيراني والقرار لدى الحزب هو بعدم الذهاب إلى توسيع الحرب وهم يستخدمون في أدبياتهم بأن نتنياهو يريد الهروب إلى الأمام وتوسيع إطار الحرب لطوريط الأمريكيين وبالتالي لا يجب تلبية رغباته أو احتياجاته أو ما يريده هذا من ناحية من ناحية ثانية بالمعنى الميداني الإسرائيلي نفذ أيضا عمليات اختيار في لبنان بصفوف كوادر في حزب الله ولم تكن ردود الحزب بنفس المستوى المتوازن بالمعنى العسكري أو الأمني أي أن الحزب لم يذهب إلى تنفيذ عمليات أمنية دقيقة في الداخل الإسرائيلي ولم يذهب إلى تنفيذ عمليات اغتيال بحق قادة أو مسؤولين عسكريين إسرائيليين إنما أصر على الاستمرار بعمليات إطلاق الصواريخ باتجاه المواقع والقواعد العسكرية بحسب ما تقتضيه كل عملية أي يتم توسيع الضربة العسكرية باتجاه العمق الإسرائيلي أكثر أو يتم تغيير نوعية الهدف المستهدف ولكن تبقى هذه قواعد عسكرية لم يلجأ إلى تنفيذ عمليات مباشرة كرد على اغتيالات باغتيالات مماثلة دكتور عماد سأناقش معك آخر خيارين تم طرحهما في هذه الصحيفة قالوا أنه قد يكون هناك رد خارج المنطقة يستهدف مصالح أو شخصيات إسرائيلية في الخارج كما حصل في عام 2022 عندما كان هناك محاولة اغتيال يائر لابيت في تركيا السيناريو الأخير الذي تم طرحه وقالوا عنه أنه الأكثر خطورة أن يكون هناك استهداف إيراني لإسرائيل أو في قلب إسرائيل عن طريق صواريخ باليستية أو طائرات مسيرة وهذا ما حذرت منه واشنطن قبل فترة لماذا لا تقوم دكتور عماد إيران بمثل هذا الخيار وفي حال قامت به كيف سترد إسرائيل هل هناك طرق مواجهة أو دفاع بالنسبة لإيران من الرد الإسرائيلي في حال كانت تصعيد إلى هذا الحد أولا بالنسبة لربما علي أن أضيف على مقاله الأستاذ مونير أنا أؤيد مقاله وأود أن أضيف على أن الأمر محسوم الرد سوف يكون من قبل إيران لا من قبل حلفاء إيران البوصلة اليوم بالنسبة لإيران وحلفاء إيران هي غزة وحسب الرؤية أو الاستراتيجية الموجودة لدى إيران وخلفاء إيران أن البوصلة لا يجب أن تتغير يعني هنا ما يريده نتنياهو هو تغيير اتجاه البوصلة اليوم كل العالم يعني ينتقد إسرائيل إسرائيل باتت منبوذة باتت محصورة في المجتمع الدولي يعني كل المجتمع الدولي يضغط على إسرائيل إذا تم تغيير اتجاه البوصلة يعني إذا ما تحول الحرب من حرب التي تشنها حرب الإبادة التي تشنها إسرائيل على الشعب الفلسطيني إلى حرب مثلا مع حزب الله لبنان أو حرب مع إيران بالتأكيد الظروف الدولية ممكن أن تتغير وإيران وحلفاء إيران لن يعطوا هذه الفرصة لنتنياهو هذا محسوم بالنسبة لإيران وحلفاء إيران نعم هناك سيناريوات مختلفة موجودة أن تقوم يعني يتم استهداف شخصيات عسكرية أو ديبلوماسية أو صفارات أو قنصليات كل هذه السيناريوات موجودة على الطاولة إضافة إلى ذلك أن تقوم إيران باستهداف إسرائيل وهذا ممكن بالنسبة لإيران بكل سهولة إيران تستطيع أن تعال ذلك ولكن في النهاية هذا سوف يكسر الاستراتيجية الأصلية وهي عدم تغيير البوصلة أو اتجاه البوصلة من غزة هذا الموضوع اليوم هو الذي يعقد الأمر ويعقد نوعية الرد أنا أتصور أن إيران لديها أيضا خيارات أخرى هو أن تقوم بالرد على إسرائيل ولكن لا تعترف بالرد يعني كما قامت إسرائيل بالرد بمهاجمة القنصلية الإيرانية ولم تعترف بهذا الهجوم يمكن لإيران أيضا أن تقوم بالرد على إسرائيل بنفس المستوى ودون الاعتراف بأنها هي التي قامت بذلك وإيران لا تحتاج أن تعترف بأنها هي التي قامت بذلك وربما الموضوع ممكن أن يبقى البوصلة على غزة ولا يغير اتجاه البوصلة أتصور شخصيا أتصور هذا النوع من الرد ممكن أن يكون أحسن الردود ولكن حسب ما أراه أنه طالما حالة الغليان موجودة في إسرائيل طالما حرب الأعصاب موجودة إيران لا تحتاج حاليا أن تنهي هذه الحرب بعملية ما يعني يريح الإسرائيليين إذا ما أردنا أن نقول بالنسبة للولايات المتحدة إيران أكدت للأمريكيين بشكل واضح وبشكل رسالة رسمية وهنا أنا أنقلها عن نائب المساعد الرئيس الإيراني للشؤون السياسية الذي أكد أن إيران أرسلت للأمريكيين رسالة أنهم إذا لا يريدوا أن يصاب جنودهم بأي أذى من الأفضل عليهم أن يزيحوا إلى جنب ويقعتوا جانبا ينتظروا الرد الإيراني وبعدها لكل حادث حديث هنا أستطيع أن أقول لك كل شيء اليوم مرهون بما يحصل في غزة شكرا جزيلا لك دكتور عماد أبشناش رئيس نقابة مديري مراكز الدراسات الإيرانية كنت معنا من طهران شكرا لضيفي من واشنطن مسعود معلوف دبلوماسي سابق ومختص بالشأن الأمريكي سيد مونير ربيع تفضل بالبقاء معنا للمحور الثاني فاصل قصير ونتابع